اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين المتابعين للقناة واهلا بكم اعزائنا المشاهدين اللي لسه بتفرجوا على القناة اول مرة ونقول لكم مرحب بكم ومرحبا على القناة ان شاء الله سبحانه وتعالى النهاردة في القائناة مع بعض هنتكلم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى وهيكون معانا اللقاء ده تفسير رؤية القميص او الاميص او بالنسبة للسيدات بيتقال عليه بلوزة ولكن كلامنا هيكون تحت مسمى الاميص والرؤية لكل الرجال والنساء والاميص عموما في المنام بيدل على دين الرجل او عيشته او علمه او بيدل على قرب بشارة ليه او بيدل على زوجه للرأي او زوج ان كانت الرأية امرأة ونبدأ مع بعض اول رؤية وهي ان اي حد شاف رؤية في المنام عميص فده دلالة ليه ان كان ليه حد غالي عليه مسافر وطول اوي وغاب اوي في السفر فده دليل انه قرب ييجي ويشوفه ويفرح برجوعه ان شاء الله سبحانه وتعالى وكمان رؤية الاميص فرؤية في المنام دلالة للرأي بالبشرة بالاخبار السعيدة وكمان زوال الهم والحزن والدموع ويتبدل كل ده وتبدل الحال للفرح والراحة والسرور والله سبحانه وتعالى قدرى واعلم واسعد الله دائما منامكم ونشوف بقى الشاب الاعزب لما يشوف القميص في المنام هيبقى ايه معنا الرؤية طيب الشاب الاعزب وكمان الفتاة العزباء وكمان المرأة المطلقة وكمان المرأة الارمالة وهي ان اي حد منهم شاف انه ارتدى قميص في رؤية في المنام فدي دلالة ليهم على الزواج وطبعا هنقول ان حالة الاميص هي حالة الرجل او حالة المرأة اللي هيكونوا ازواج للرأي او الرائية يعني ان كان الاميص غالي التمن ونضيف وجيد وحسن وكويس فدي دلالة على حالة الزوج او الزوجة انهم كويسين وطيبين وعلى اخلاق عالية والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب ان اي حد شاف رؤية في المنام انه لابس اميص كويس وكان الاميص ده له جيوب كتير فدي دلالة ليه على انه هيرزق بالمال وكمان مال كتير وكمان هيرزق بمال كتير من كزا جهة ومن كزا مصدر مش من مصدر واحد وبرضو اللي يشوف رؤية في المنام انه عنده امصان كتير ويا سلام ان كانت الامصان دي حلوة وجميلة ونضيفة وفي شكل كويس وحسن فدي دلالة ان حسناته في الدنيا كتير وان اجره عليها في الاخرة برضو كتير وكبير والله وحده سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب واللي يشوف رؤية في المنام انه عنده اميص ابيض او حتى كان لابسه فدي دلالة ليه انه رجل او امرأة عندهم دين وتقوى وكل تصرفاتهم في الحياة بتكون بناء على الدين والتقوى وبرضو اللي يشوف انه لابس اميص اقدر في رؤية في المنام فدي دلالة ليه انه ان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا بيبشره وبيقوله انك هتكون من اهل الجنة في الاخرة ان شاء الله طيب وبرضو اللي يشوف رؤية في المنام انه كان لابس اميص بالمقلوب وبعدين خلعوا ولبسوا بالمعدول فدي دلالة للرائي على صلاح احواله من الغلط للصح او من المشاكل الزوجية الى هدوء الحياة الزوجية وكمان صلاح حاله من مرض الى شفاء وكمان صلاح حاله من فقر الى غنى يعني بمعنى صح حياته كلها اللي كانت متشألبة هتتعدل وتنعدل ان شاء الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله منامكم وشكرا لكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة